طيب نروح لكرة القدم الزمالك بالتأكيد بيفكر في الموسم الجديد الموسم ده خلص يعني بيخلص اي نعم الزمالك ما زال يبحث على الاقل على المركز الثاني في الدوري الممتاز لو اعتبرنا ان المسافة بينه من الاهل المتصدر ببعت شوية فعلى الاهل لياخد مركز ثاني يصعد به لدوري الابطال افريقيا وان كنت دائما اؤكد بما ان الارقام لم تحسم لقب الدوري للنادي الاهلي فبالتأكيد الزمالك وبيراميدز وفيوتشر وكل الانداء اللي بتحاول تنافس ما زالت في الصورة ولكن احنا نتحدث عمليا عمليا الزمالك الهدف المهم بالنسبة له للوقت او الاقرب انه يصل للمركز الثاني بعد المركز الثاني يفكر بقى لو فيه مساحة انه ينافس على الصدارة ولكن اكيد الهدف الاول الاسرع دلوقتي النادي الزمالك انه يصل للمركز الثاني في نفس التوقيت اكيد الزمالك يفكر في الموسم القادم موسم تحسين النتاج موسم حصد البطولات طيب عشان كده لجنة الكرة بنادي الزمالك بدأت تتحرك ايه بقى كواليس تحركاتها دي؟ تعال اقول لكم التحرك الاول تقوم لجنة الكرة في الوقت الحالي بعملية غربالة شاملة لقطاع النشيئين بالنادي واعادة تقييم الامور داخل الكطاع من اجل العودة للحصول على الارقاب وايضا تقديم لعبين جدد للفريق الاول كما تدرس اللجنة اللي استعانى بمدرب اجنبي وتحديدا من هولندا لتولي رئاسة كطاع النشيئين بالنادي التحرك الثاني تسعى لجنة الكرة خلال الوقت الحالي البدء في اجراءات تدشين شركة الكرة بالزمالك بجانب تدشين شركة الزمالك للاعلام خلال الفترة المجبلة التحرك الثالث على مستوى الفريق الاول تقوم لجنة الكرة في الوقت الحالي بالبحث عن عرض مناسب لرحيل بانيني سامسون اكينيولا فيما حالة ملف تجديد عقدة تونسي حمزة المسلوسي الى مدير الفني اوسوريو ونفس الامر الوضعية السلاسي المغربي السلاسي المغربي احمد بالحاج والسنغالي ابراهيم النضاي والتونسي سيف الدين الجزيري حيث سيحسم المدربة الكولومبي موقفهم مع الفريق ولكنها تريد الحسم في اقرب وقت لسرعة التصويق من سيرحل عن الفريق التحرك الرابع طلبت لجنة الكرة بالزمالك من اوسوريو تقريرا شاملا عن رأيه في اللاعبين المحليين المعروضين عليه لحسم من يريده في المركات والصيف بجانب تقديم له تقرير بالعروض المقدمة لبعض اللاعبين الفريق من اجل الحصول على رأيه في هذه العروض واللعبين الذين سيوافق على رحلهم التحرك الخامس تجهز اللجنة تقريرا شاملا عن لعبي الزمالك المعارين لاندية اخرى في الموسم الحالي حتى يتابعهم اوسوريو يحدد من يريد عودته مرة اخرى ومن يريد استمراره في تجربة الاعارة التحرك السادس قرارة اللجنة البدء في التفاوض مع بعض اللاعبين من اندية الدوري المصري وتجهيز قائمة بهذه الاسماء وموقفها من الاندمام للزمالك وعرضها على المدرب الكولمبي لتحديد احتياجات وفقا للمراكس الذي يريد دعمها مع الفريق التحرك السابع تسعى لجنة الكرة بالزمالك في الوقت الحالي توفير مستحقات فريق الكرة والجهاز الفني بشكل مستمر حتى لا تكون هناك اي مستحقات متأخرة للعبين تؤثر على تركزهم خلال الفترة المقبلة التحرك السامن قرارة اللجنة تكليف السنائي احمد حسان ميدو امير مرتضى بالتفاوض مع اللاعبين الذين يريد النادي ضمهم وانديتهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة هذه كل التحركات هذه كل التحركات